السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس للمجاليس التعليق على رسالة أصول السنة لإمام أي بكر عبد الله من الزبير الحميدي رحمة الله علينا وعليه قال الإمام بكر رحمه الله وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل والسماوات مطيات بيمين وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقف عليه نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على رشستوى ونزعم غير هذا فهو معطل جهمي وهذا من الإمام بكر رحمه الله جريا على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ودل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الطريق الذي يسلكه أهل العلم فإنهم إذا استدلوا في هذا الباب يستدلون بالنصوص الواضحة البينة التي هي نص في موضوعها ولهذا أجمع عليه أجمع على ما دلت عليه هذه الآيات من صفاته سبحانه وتعالى ولهذا قال وما نطق به القرآن والحديث فذكر رحمه الله أمثلة مما يثبت عن السنة هو الطريق واحد وأنهم يثبتون في هذا كل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويثبتونه حقيقة لكن لا يكيفون كما سيأتي في كلامه في قوله ولا نفسره في قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلول غلت أيديهم وفي هذا إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وأن له يدين حقيقيتين ثابتتان له سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال سبحانه بيده الملك وقال سبحانه السماوات مطويات بيمينه وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن هريرة وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم والأخبار في هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام وفيه أنه يقبض السماوات والأرض بيمينه سبحانه وتعالى وأجمع العلماء على هذا المعنى وأنهما يدان حقيقيتان لكن خلق في ذلك الودعة والضلالة وجاءوا بتحريف هو تأويل لها لكن في الحقيقة لا يؤول إلى حق ولا يؤول إلى قول صحيح بل يؤول إلى منابذة فقالوا أنها النعمة والمعنى ما منعك تسجد لما خلقته بنعمتي والله سبحانه وتعالى قد خص آدم وقال الله عز وجل لإبليس لماذا منعك تسجد لما خلقته بيدي ولو كان المعنى بقدرته بالقدرة لكان قول إبليس أنه لمزية لآدم لأنه مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى فدل على أنه تخصيص لآدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيديه وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى القسط وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر وأن أن من يكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين الذين يحكمون يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا وهكذا جاء في أخبار في أنه سبحانه وتعالى يمسك السماوات وأرض بيمينه وجاء في حديث أبي موسى وبيديه الأخرى القسط وكلتا يديه يمين وجاء في حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم بيده الشمال ذكر يديه الشمال واختلف العلماء هل يقال يمين واشمال في حق الله سبحانه وتعالى منهم من أثبتها لبون ثبوته وصحيح مسلم من من ضعفها لأن الرواية فيها ليس الحديث هذه اللفظة ومنهم من قال إنه لا تنافية لأن اليدين في حق سبحانه وتعالى كلتا هما يمين كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى وإشارة إلى أنه لا نقص فيها الشمال حتى لا يتوحم أن يكون كالمخلوقين والمخلوق تختلف قوة الشمال عن يمينه فلهذا قال كلتا يديه يمين وهذا مما يوضح أنه سبحانه وتعالى كما أجمع العلماء وكما دل عليه القرآن أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير فهما من جهة المعنى كلاهما يمين لكن من جهة الإسم فإن له يمين وله شمال فلهذا قبلوا هذه الرواية فقالوا إنه لا تنافية بين قول كلتا يديه يمين من جهة المعنى وأنه لا نقص في إحداهما عن الأخرى أما ذكر الشمال فهم باب تسمية لهم هذه يمين وهذه شمال والله أعلم لكن هذه اللفظة فيها بعض الليني والضعفة ليس الحديث في نفس اللفظة وهذا لا نستغرب أن يقع أحيانا في بعض الألفاظ في بعض الأحاديث الصحيح أن يكون نفس الحديث صحيح لكن اللفظة هذه يكون فيها غرابة أو يكون فرد بها راوي متكلمون فيه فلهذا يثبتون الحديث دون هذه اللفظة فهما فكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى فهم يثبتون هذه الصفات لا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كما أن له ذات لا تشبه الذوات فكذلك الصفات فرعا الذات فكما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك نشبه الصفات لا تشبه الصفات في جميع الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى ومن هذه الصفات الخبرية في استواء العرش وكذلك أن له يدين سبحانه وتعالى ونثبتها كما جاءت حقا على حقيقة لكن نقول بلا كيف بلا كيف يعني نعقله وإلا فلا كيفية معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف نعقله ونفهمه إنما نثبتها كما أثبتها سبحانه وتعالى ولهذا نفي الكيفية يدل على إثبات المعنى لهذه الصفات وإلا لو كانت تفويضا لم يكن لنفي الكيفية معنا لأنه كيف ينفي الكيفية ويفوض لا يعقل إنما المراد أنه نفي الكيفية التي نعقلها وهذا معنى قولهم أننا لا نفسره بهذا المعنى والمعنى لنقف على ما وقف عليه القرآن والسنة وهذا جاء في كلام كثير من السلف رحمة الله عليهم وأنهم يثبتون هذه الأسماء والصفات بجميع أنواعه وما جاء من الصفات الخبرية على هذا الوجه ومنه قوله سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى وهذا جاء في عدة آيات في سبع آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قالوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كما في سورة العراف وقال أيضا في سورة يونس مثل آية العراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في الرعد الله الذي رفع بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال سبحانه وتعالى في سورة طه وهي الآية التي شاق الرحمن على العرش استوى وقال في الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال سبحانه في سورة سجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال أيضا في سورة الحديث حديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في سبع آيات كلها جاءت في ذكر الاستواء فهل يثبتون الاستواء له حقيقة وهو علو خاص فهناك علو هذا العلو الذي بوصفه سبحانه وتعالى هذا علو فطري معنى أنه تعقله القلوب والنفوس وهناك علو خاص وهو صفة خبرية وهو استواءه سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض ثم استواء العرش والاستواء يطلق على الاستقرار ويطلق على العلو يطلق على الارتفاع وكذلك الصعود يقال استقر فسرها السلاف رحمة الله عليهم فسروا الاستواء بالاستقرار الاستقرر وفسروه بالعلو وفسروه بالارتفاع ارتفع وفسروه بصعود صعدة كلها ثبتت كلها جاءت بهذا المعنى ولها قال القيم رحمه الله في النونية ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفالس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيهم من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن فهي أربع عبارات بمعنى الاستواء وهذا في الاستواء الذي جاء معدا بعلا لأن الاستواء يأتي مطلقا غير معدا بنفسه ويدل على الاكتمال والتمام كما في قوله سبحانه وتعالى فلما استوى وبلغ أشده أي كامولا تقول يعني هذه العبارة تطلق على استواء الشيء وهو تمامه واكتماله حين تعدى بنفسها حين لا تعدى بشيء وأيضا حين تقرن بالواو تكون بمعنى المشاوات تقول استوى هذا الشيء وهذا الشيء أو كما يقول استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة أي تشاويا إذا قلنا بالواو وحين يقرن أو يعدى بعلاء فمعناه العلو والصعود كما في هذه الآيات استوى العرش وهو العلو والصعود بالمعانة التي ذكرها أهل العلم أما تعديته بإله فحكى كثير عن أهل كثير من أهل العلم ثم استوى إلى السماء هل هو بمعنى هذه الآيات وهو بمعنى الاستواء كما هنا وهو العلو وهذا اختاره جمع ومنهم من قال بمعنى قصد وهذا قاله ابن كثير لأنه عداه بإله لكن دلالة الآيات على استوى العرش هذا أمر مقطوع به لدلالة الآيات ولهذا ومن فمن زعم ومن قال ومن زعم غير هذا فهم عطل جهمي عطله سبحانه وتعالى من الصفات حيث نفى فأطلق على من عطل هذه الصفات جهمي ويدخل فيه كل من وصفه بهذا وهذا في الحقيقة هذا من علم السهد الله عليهم إذ مآلهم إلى التعطيل إذ مآل هؤلاء إلى التعطيل ولهذا كثير منها البدعة يثبتونه إثباتا لا حقيقة له لا حقيقة مثل إثباتهم العلو ويكونوا على التحقيق عندهم إثبات بلا معنى يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة فيتراهم الطالبين في هذا الباب فلا يثبتون العلو الحقيقي فيقولون في بعض عباراتهم علو معنوي والواجه هو الأخي ما جاء في كتاب الله والتأدب معه والرسول والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك والقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قرأوا القرآن والمسلمون يقرؤون القرآن وهو بلسان عربي منهم يقرؤون في هذه الآيات استوى عن عرش استوى عن عرش لكن يعمد أهل بدعة إلى تفسير هو في الحقيقة نوع تبديل وتحريف وهو العلم بينوا بطلان هذه التفاسيل مثل قولهم استوى معنى استولى وهذا في الحقيقة فيه قدح في روبية سبحانه وتعالى لأنه يوهم أنه لم يكن مستودا على ذلك وأنه له مناجع ثم استولى عليه بعد ذلك ثم منابذت هذا المعنى لما دل عليه القرآن الذي جاءت الآيات فيه متتابعة على هذا المعنى وعلى هذا اللفظ في التفسير وما أجمع عليه أهل العلم ولهذا يقوم قيم رحمه الله نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائد تاني فالواجب هو الأخذ ما دل عليه الكتاب والسنة في جميع المور فكيف إذا كان هذا في باب التوحيد والعقيدة فيكون ألزم وألزم ولهذا أجمع العلماء على هذا الأصل وبيّنوا أن من خالف في هذا الباب هو معطن جهمي كما يقول الإمام بكر رحمة الله عليه وعليه قال رحمه الله أيضا من أصول يعني من أصول السنة أنه قال وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب وهذا ما أجمع عليه العلماء وأن من أصاب كبيرة فهو على خطر لكن لا يكفر وذلك أن هو قد تقع هذه الذنوب ويتكون الخوة ثابتة كما قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين أقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما والأخرى فقالت التي تبغي حتى تفيئة إلى أمن الله فإن فأت فأصلحوا بينهم عندما أقصدوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الأخوة مع الاقتتال أثبت الأخوة مع القتال وقال سبحانه وتعالى في قال لما ذكر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى قال وفمن عفي له من أخيه شيء سماه أخا مع وجود هذا الذنب العظيم لماذا؟ لأنه لم يخرج عن الإسلام يا أيها الذين أن كتب عليكم القصص وفقة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمع وجود هذا الذنب العظيم وهذا الجرم العظيم فنخوه باقية بين أهل الإسلام وإن وقع أحدهما في كبيرة عظيمة لأنه مع أصل الإيمان لكنه على خطر عظيم ولو كان هذه الكبائل يكفر بها لم يكن لإقامة الحدود معنا فمن زنى إن كان محصنا أو له حال وهو الرجم وإن كان بكرا الجلد من الجلدة وكذلك سائر المعاصي من شرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك وقطع يد السارق فهذه الذنوب لو كانت لو كان يكفر بها لم يكن لإقامة الحدود معنا كان واجب قتله لقول النبي عليه الصلاة والسلام بدل دينه فاقتلوا فهم لغلالهم يقولون من أصاب كبيرة فقد كفر في هذا بطلان هذه الحدود وفيه إنكار بل يقول إلى إنكار ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى في الحدود التي يجب إقامتها على من وقع على من وقع في شيء منها وخوة الإسلام باقية بينه بين أهل الإسلام فلم يزل الدين فلم يزل دينه ما دام أنه لم يقع في أمل يخرجه منه إنما هذه الكبائر العظيمة إن تاب منها تاب الله عليه وإن مات عليها فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له لأنها دون الشرك بل غلى بعضهم وكفر بالصغائر ولا نكفر بشيء من الذنوب الإطلاق في شيء من الذنوب هذا وقع في عبارات بعض العلم لكن يريدون ذنوبا ليس كل الذنوب ولهذا اليوم أبوكر رحمه الله قيد ذلك وأنه لم يريد جميع الذنوب قال وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فالمعنى أن هناك ذنوب هناك ذنوب وقع فيها خلاف منها العلم من كفر بها لأنه ثبت عنده ما يدل على التكفير فلا فتكون ذنبا عظيما ملحقا صاحبه لمن خرج عن الدين ولهذا قال وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وأن هذا البناء ينهدم بفوات واحدة منها فيه خصلة بالإجمع وهي الشهادة وأن من أبطلهما بل دخل فيهما جحدهما أنكرهما كفر بالإجمع ومن كان كافرا فلا يدخل بالإسلام إلا بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والرسول والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت وأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقامي الصلاة وهي تيجزك ولا حديث في هذا كثير وأن الدعوة إلى هاتين الشهادتين وأنه لا دخل في الإسلام إلا بهما وهذه الخمس كما تقدم يلي الشهادتين إقامي الصلاة إقامي الصلاة إقامي الصلاة وقع في جمهور أهل العلم من المتأخرين على أنه لا يكفر بها من الفقاء المتأخرين وذاب بعضها العلم إلى أنه يكفر بهما وهذه ذركان في موعد الشهادتين وقع الخلاف فيها لكن عامة أهل العلم فيما سوى الصلاة لا يكفر بها ومنهم الحك لإجمع على ذلك لكن لا يجمع إحدى الرواية عن أحمد أنه يكفر بترك واحدة منها واختاره جمع أو وجه يعني اختاره جمع بعض الأئمة الكبار في المذهب واختاره غيرهم أيضا لكن أظهر والله وعلم أنه خاص بالصلاة لورود نصوص كثيرة صريحة صحيحة في أمر الصلاة وهذه المسألة بيّنها العلم وذكروا أدلة فيها وسردوها وإن من اختار هذا وهو المذهب على إحدى الروايتين وهو المذهب وأن من ترك الصلاة تكاسلا تركها فإنه يكفر في الصلاة وحدها الصلاة وحدها أما بقية الأركان قيل يكفر بالجكاة مع الصلاة وقيل بالجكاة إذا قاتل عليها إذا قاتل عليها وقيل لا يكفر بواحدة من هذه من خصال أربع الصلاة وما بعدها لكن الأظهر والله أعلم هو أنه يكفر بترك الصلاة لما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر أو شرك ترك الصلاة روى مسلم وروا الخمسة إلا أبا داود عن بريدة من حصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهو حديث صحيح وجاء في حديث مسلمة لما في في حديث مسلمة لما ذكر إمه قال قالوا أفلا ننابذهم بالسيف قال ما صلوا وفي حديث عبادة الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا فإذا ضممت حديث عبادة إلى حديث مسلمة دل على أن ترك الصلاة كفر بواح وجاءت حديث أخرى فيها صراحة لكن فيها ضعف وحديث جابر واضح حيث ذكر الكفر معرفا مع ورود ذكر الكفر ثنتان بالناس هما بهم كفر طعنوا في الأنساب والنيحة على الميتين لغيرها مخبار الواردة في ذكر الكفر فدل على أن الكفر يأتي بمعنى الكفر مخرج على الملة ويأتي بمعنى الكفر الأصغر مثل سائر أنواع الأمور التي تكون على وصفين مثل الظلم والفسق وهكذا الكفر هو من هذا الباب ثم أيضا حكى جمع من العلم إجماع القديم على كفر تارك الصلاة حكى عبد الله بن شقيق العقيلي كما في الترميذ بسند صحيح أنه رضي الله عنه رحمه قال لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئا منهم تركه كفر إلا الصلاة ومعلوم أن هناك أمور هي من الكفر الأصغر فدل على أنه أراد الكفر الأكبر وحكاه ابن مبارك أيضا إجماع وقال ابن مبارك أو إسحاق لعل ابن مبارك أو إسحاق قال إن العلم مجمعون من عهد الصحابة رضي الله عنه إلى يومنا هذا أن ترك الصلاة كفر فلهذا قال العلماء الذين إن ترك كفر جواباً عن قول المتأخرين قالوا إن الإجماع القديم دال على أن تركها كفر ولا حديث صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا كان في الصلاة أو لو أنه امتنع امتناعاً يدل على الجحد لأن الجحد هذا كفر بلا خلاف من هذه الشعار الظاهرة مثل هذه الشعار الظاهرة ولهذا في قوله كما تقدر ولا تكفر شيء من الذنوب هذا الإطلاق المراد به مطلق الذنوب لا الذنوب مطلقاً وذلك أن بعض هذه الذنوب يكفر بها يكفر بها على القول الصحيح في الصلاة وقع خلاف في بعض الأركان سوى الصلاة كما تقدم ولهذا عبارات أهل العلم في هذا حين تأتي مطلقة السياق يوضح المراد ولهذا إذا قالوا من أهل القبلة لأنه نكفر أحداً من القبلة يعني من يصلي إلى القبلة وأنه لا يراد بذلك من كان لا يصلي وإن كان بعضها العلم لا يرى كفر تاريك الصلاة لكن لا يمكن أن يترك العمل مطلقاً ولا يسل يسل القط ويكون مسلماً بذلك هذا لا يكاد يوجد خصوصاً وهو يدعى إليها ويؤمروا بها قال رحمه الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فأما ثلاث فلا يناظر تاريكه من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصن هذه الثلاثة يتشهد الشهادة وهذا بالإجماع ولم يصلي لما تقدم من الأدلة في ذلك لكن مصنع لكن إمامه بكر رحمه الله يقول لا يناظر تاريكه وذلك أن المناظرة تكون مع من هو نظير لمن يناظره والنظير يناظر بحجه ويكون لها وجه يمكن أن يقبل لكن حين يكون هذا المناظر قوله مخالف للأدلة والمعنى فيقول لا يناظر تاريكه وهو يشير بهذا إلى أن الصلاة موقعة إن الصلاة كانت على المؤمن اكتاب موقوطا والصلاة بين هذين أو ما بين هذين وقت قاله النبي عليه الصلاة السلام لذلك الرجل يساله كما يحليه بموسى وحليه بريد عن مسنه وكذلك جبرائيل عليه الصلاة السلام لما صلى بالنبي صلى الله سلم أخبره أنه ما بين هذين وقت لأنه صلى به صنوات في يومين في أول وقت كل صلاة في أول وقت وفي آخره إلا المغرف صلى لوقت واحد في أول أمر ثم اجدلت الأخبار على أن لها وقتين كما هو ثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة في صلاة المغرب فلهذا الصلاة حدت بوقتها فكيف تكون الصلاة صلاة الفجر بعد طلوع الشمس كيف يصلي بعد طلوع الشمس هل ليس موضع صلاة يتركها عمدا يصلي بعد طلوع الشمس يصلي العصر بعد غروب الشمس وهكذا سائل الأوقات التي يخرج عن وقتها إلا ما يجمع من الصلاة بعضها إلى بعض عند وجود عذر الجامع أو كان معذورا بنوم أو نسيان ونحو ذلك مما يُعذر به غفله حتى فات وقتها أما ذاكر العالم ويتركها ويجعو من يصلي في الوقت فالنبي عليه الصلاة يقول من عمل عمل ليس عليه أمر نفورد وهذه حدود قد حدها سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام تلك حدود الله فلا تعتدوها لا يجوز تعديها في الحدود المحدودة ولا يجوز كما لا يجوز قربان الحدود المحرمة تلك حدود الله فلا تقربها فالحدود لا تتجاوز ولا تتعدى مما حده سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لأنها عبادات إما حدة وإذا خرج عن حدها المحدود شرعا لم تكن مشروعة ولا مطلوبة وكذلك الصوم يترك صوم رمضان عمدا في رمضان ويقول أصوم في ذي البعدة كيف يكون هذا الصيام لم يصوم رمضان ولم يصوم الصوم المشروع فالصوم في رمضان ليس في غيره كالصلاة المحدودة في وقتها فلهذا قال إن مثل هذا لا يناظر وهذه المسألة فيها خلال جمهورها العلم يقول وإن عصى وإن أثم في تركي الصلاة هو آثم ومرتكب جرما عظيم وكبيرة عظيمة لكن عليه التوبة والقضاء كذلك في حال الصوم والقول الثاني أنه لا تنفعه الصلاة ولا الصيام لتجاوز الحدود فلا ينفعه إلا التوبة وأنه ما ما صام ولو صام الدهر كله فلا يصح أما حديث من أفطر على رمضان غير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر صام هو حديث لا يصح من طريب البيت مطوس عن أبيه مطوس أو أبي مطوس عن أبيه وهو مجهون فلا يصح لكن من دلالة من جهة المعنى وأنه صام على غير وجه المشروع فتعدى الحدود التي حدت ومن عم إلى عم ليس عليها مرونة فهو رد وسوى نقيل أنه يقضي على قول الجمهور أو قيل أنه لا يقضي لكن أراد أن يحتاط نفسه ويقضي فلا بأس بذلك مع التوبة لكن معول عليه التوبة المعول عليه التوبة معنى أنه يقضيه مع التوبة الصادقة فإذا قيل أنه من تمام ذلك خروجا من الخلاف ولأنه إذا صام بريئت دمته بريئت ذمته لكن إذا لم يصم وإن تابع توبة صادقة فعلى قول من جماهير العلماء أنه لا تبرأ ذمته ولا جالت معلقة بهذا الصوم الواجب عليه يقول فأما ثلاث فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم لأنه كفر خرج بهذا عن وقته ولا يجزء لأنه بهذا خرج به عن وقته فلا يجزء فلا يجزء نعم فمن صام على هذا الوجه على قول مصنف رحمه الله لا يجزئه لا يجزئه ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه لأنه ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه وهذا إذا كان بعد تفريطه هذا يخرج غير مفرد من كان من يكون مريضا على سفر في عدة من أيام أخر من كان مريض أو على سفر نحو ذلك من أعدار التي يعدر بها فإنه يقضيه إنما من كان عامدا عالما فلا يجزئه على قول مصنف رحمه الله وذلك أنه حق خالص لله سبحانه وتعالى بخلاف الزكاة ولهذا قال وأما الزكاة فمتى ما أدىها أجأت عنه وكان آثما في الحبس نعم وكان آثما في الحبس المصنف رحمه الله الإمام بكر يشير إلى مسأة الزكاة لأن الزكاة أيضا بعض أهل العلم لا يرى أنها تجزئ لو أن إنسان وهو بالحقيقة على صورتين الحال الأولى أن يؤديها في حياته يعني أخرها عن وقته عامدا عالم حتى فات وقتها فيكون آثم في هذه الحالة يخرجها والذي رأناه بلا خلاف الحال الثانية أن لا يخرجها في حال حياته وقد وجبت عليه ثم يموت ويورفها المال عنه هل يخرج ورثته هذا المال الذي لم يخرجه أو لا يجزء عنه أبو القيم رحمه الله يقول ما معناه في حواشية وتعليق على في تهذيب السنن يقول كما معناه أنه لا ينفع إخراجه عنه ذهب وقته لكن جماهر علماء على أنه يخرجه وهو ما رجحه الإمام بكر الحميدي رحمه الله وذلك أن الزكاة تعلقت بها حقوق العباد ويحق للمسلمين ويحق للمسلمين الفقراء يحق لفقراء المسلمين فلا يجوز حبسها عنه ولو أنه لم يخرجها في حال حياته وتركها عمدا حتى مات أما في حال حياته ثم أخرجها فالمعوع عليه التوبة ويخرجها فيرجى أن يبرأ بذلك ما دام أخرجها في حياته وهو قد أخرها عن وقت حلها ومنعها أصحابها الذين يجب عليه أن يخرجها لهم وأشد من ذلك كما تقدم أن لا يخرجها حتى يموت وجماهير علماء قالوا يجب إخراجها وذلك أنها حق تعلقت به نفوس فقراء المسلمين فلا يحبس عنه هذا الحق بسبب تفريطه وعدم إخراجه إياها لهذه الزكاة حتى مات فتخرج وهو أمره إلى الله أمره إلى الله فأما الورثة فإنه يخرجون وذلك أنها دين وذلك أنها دين والدين يقرأ ويؤدى لأهله قال رحمه الله وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عم الحج يجب مع الاستطاعة كما في الحج وتقدم وحج البيت حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحديث بن عمر الصحيحين وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن استطاع السبيل إلى البيت بأن وجد المال الذي يوصله بيت الله ومقادر ببدنه وماله وجب عليه الحج بنفسه وله قال وجب عليه وجد السبيل إليه ووجد السبيل إليه وجب عليه وجب عليه ثم اختلف العلماء هل يجب على الفور أو على التراخي منهم من حك عن الجمهور وهو الأظهر أنه يجب وهو قول وهو المشهور ماذا بأحمد والأحناف والمالكية وحكي عن الجمهور أنه على التراخي وهو ماذا بالشافي لكن الصواب أنه على الفور وهذه القاعدة في الأوامر أنه إذا جات فهي على الفور فمن استطاع السبيل إلى الحج فكما قال سبحانه لمن استطاع إليه سبيل حج مرة فمن زاد فهو تطوع مرة واحدة في العمر في حق المكلف المستطيع وهذه القاعدة على قوال أخرى مما يدل على ضعف هذا القول ولهذا كان الصواب وجوبه على الفور ولما نزل الحج على النبي عليه الصلاة والسلام حج مباشر لكن في العام التاسع لم يتيسر ذلك ولم يتهي لعدم تهيئ البيت فلما تهيئ وتيسر الحج له حج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب خلافا لما يظهر من كلامه ولا يجب عليه في عام ذلك حتى لا يكون له منه بد لكن كأن عبارة المصنف إشارة إلى أن لا يجب وجوب لا يكون له بد يعني بد الفراغ وأنه متعين في هذا العام هو واجب لكن ليس وجوب على جهة تعيونه وأنه إذا لم يحج في هذا العام فلا يصح منه وأنه يكون على قول مثلا من قال من ترك يعني من صام من لم يصم فإنه لا يصح منه من لم يصم في شهر رمضان فلا يصح منه الصيام بعد ذلك وأنه ليس يعني كالحج ليس كالحج فهو فارقه من هذه الجهة وظاهر عبارتها أنه يقول أنه لا يجيب عليه لكن الصواب أن من وجد السبيل إليه والقدرة على ذلك بالمال وجب عليه ذلك نعم متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا كان إذا أداه إذا أداه كما أن هل هو الزكاة لأن الزكاة حق لمسلمين يعني أنه إذا أدى الحج إذا أدى الحج فأدى الحج شبه الزكاة لأنه دين والزكاة دين ويريد أن يفرق بين الصوم والصلاة والزكاة والحج الزكاة والحج وذلك أن الزكاة والحج دين عليه والنبي عليه سنقال فدين الله يحق أن يقضى أقض الله رأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتها قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فنجله منزلة الدين فدل على أنه مغاير للصوم وللصلاة قال لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم إذا أدى فقد أدى وإن هو مات نعم إذا أدى فقد أدى إذا أداه فقد أدى بخلاف الصلاة إذا صلىها فلم يصلي إذا صلىها في غير وقتها فلم يصلي في الحقيقة الصوم إذا صاموا في غير وقته لم يصلي بخلاف الزكاة والحج فإنها مثابة الدين فعليه أن يؤدي هذا الدين والواجب أن يؤديه في وقته والخلاف كما تقدم في مسألة الزكاة والحج في خلاف شدد بعض علم في هذا ووردت أحاديث في هذا الباب وأن من لم يحج من وجد مالا ولم يحج فلا عليه يموت إن شاء يهوديا ونصرانيا لو مات وهذا ما استدل في بعض العلم في من تركه عامدا عالم مع القدرس طاعة أنه يموت يهودي أو نصراني وهذا جاء في أخبار لا تصح عند الترميد وغيره جاءت أيضا آثار عن بعض الصحابة لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه لقد هممت أن آمر ببعث إلى هذه الأمصار فينظر من كان به جيدة الحج فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية يعني فقد هم بذلك أتهم بذلك رضي الله عنه يعني كأنه لم يفعل رضي الله عنه فالمقصود أن دم المسلم معصوم وأن الدم وأنه في هذا الأصل بقاء الدين إلا بمكفر واضح يخرجه عن الملة والدين وهذه الأركان الأربع سوى الشهادتين كما تقدم وقع الخلاف فيها وجماهر علماء على عدم التكفير بشيء منها إلا أن الصلاة دلت الأدلة على ذلك على كفر تاريكها كما تقدم بل هو قول عامة العلم قديما وحكي الإجماع عليه من الصحابة فمن بعدهم إلى جمن من حكاه عبد الله من شقيق وابن مبارك حضو الله عليه قال وإن هو مات هو واجد مستطيع لم يحج سأل سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج هذا ورد في أثر عبد عباس عند الترملي أوقوف عليه بسند ضعيف من رواية أبي جناب الكلبي وهو ضعيف مدلس ضعيف مدلس في أن من وجد مال يبلئه بيت الله أو كان له مال في زكاة فلم يؤدي سأل الرجعة بعد الموت لكن الأثر لم يصح كما تقدم ويجب لأهله أن يحج عنه مثل ما تقدم هساة الزكاة أنه يخرجون الزكاة عنه كذلك من مات ولم يحج فإنهم يخرجون منها والعنق تله ولم يحج منها من قال إنه إذا وص بذلك يخرج من ثلثة وهذا قول المالك والشابع وابي حنيف الصحيح وقول المالكية الحنابية والشافعية أنه يخرج من جميع المال ولو لم يوصي وأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقضوا الله فالله حق بالقضاء وهذا في حق كل من لم يحج من كان معذورا بذلك فلا إثم عليه ومن تركه فإن تركه مقلدا مثلا وقادر على القول ويرجو لم يكن في نفسه ترك الحج مطلقا إنما يرجو أن يبلغه الله في العام الآتي أو الذي بعده وليته قائم الحج وأخذ بالقول الذي يقول بذلك فيرجى أن الله يعفو عنه ما دام أنه لم يعزم على ترك الحج وإن كان الصحيح كما اعتقد هو وجوبه على الفور ولو مات فإنه يجب أن يخرج من رأس المال ما يحج به عنه ما يحج سواء من ورهده أو من غيرهم أن يحج عنه وليقعونه 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 ويجب لأهله وإلا فلو كان لغير أهله له أن يحج عنه ولها لكن قال لأهله لأنه إن كان له مال وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين مثل ما تقدم بأنه شبه النبي الدين والدين إذا أدي فقد برئت ذمة من عليه الدين فكذلك الدين الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الله حق أن يقضى فقضي عنه بعد موته قضي عنه بعد موته ولأن قضاء الدين واجب والنبي عليه الصلاة والسلام ما سألته المرأة وفي رأس الرجل قالت إن فريضة الله على أبي إن أدركت أبي شيخا كبير لا أسر الركب أضحا أفحج قال نعم ولهذا أخذ أهل العلم من هذا أن الحج يجب على المكلف إذا كان مستطيعا بماله ولو لم يستطع بدنه لأن استطاعة 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 تامة بأن يكون مستطيعا بماله بدنه عليه أن يحج بنفسه واستطاع ناقصة بأن يستطيع بماله في هذه الحالة يجب عليه أن يخرج من ماله ما يحج به عنه والحج واجب عليه ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام لك المرأة الخات عمية لما قالت إن فريضة الله أدركت أبيه شيخا كبير أثبتت وفاهمت وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنه نساء ورجالا ببركة إدراك من النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخبرت بذلك فالنبي قره على ذلك وأن الحج فرض عليه وإن كان غير مستطيع ببدنه لأنه مستطيع ماله لكن لو كان مستطيع ببدنه وغير مستطيع ماله فلا يجب عليه فلا يجب عليه لأن الاستطاعة هي الاستطاعة بالزاد والراحلة كما في عدة أخبار فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فدل على أنه إما أن يجب عليه بنفسه أو بماله وبهذا تمت رسالة الإمام أي بكر رحمة الله علي أن يجزي خير الجزاء وكما قال يعقوب بن سفيان النسوي رحمه الله بعدما ذكر أنه حدثه وأنه ما رأى وكان من أنصح الناس للإسلام وأهله وهكذا يجب على المسلم أن يكون ناصح لنفسه وإخوانه ينصح النصيحة التي يبين بها العلم وينشر بها العلم النصيحة الكبرى والعظم النصيح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم سألوا سبحانه تعالى يجعلوا إياكم من الناصحين المخلصين الصادقين كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا بهذه العشر وأن يعيننا فيها على الكل خير بمنه وكرمه آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد